وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد فهذا هو الدرس الخامس والأخير في هذه الدورة العلمية في فقه الطهارة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع حسنا وموضوع هذه المحاضرة المسائل الفقهية المتعلقة بالحيظ والنفاس والاستحاضة وهذه المسائل لا شك أنها لها أهمية من نسبة للنساء ويتعلق بذلك صحة الصلاة وعدمها وأيضا وجوب الصلاة والصيام وعدمهما فلابد للنساء أن يتفقهن في دين الله عز وجل في هذه المسائل وعلى الرجال أن يعلموا نساءهم وقد كانت المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه فتسأله عن هذه المسائل ولا حياء في تعلم الدين لا حياء في تعلم الدين وقد مكث العلماء في هذه المسائل سنين عديدة يبينونها ويكتبون وألفت المؤلفات وهي من المسائل الشائكة جدا حتى أدركنا بعض مشايخنا يقول لا أحب أن أسأل في مسائل الحير نحن مسائل شائكة وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنساء وهن يأتين إليها بالخرق يقولون لها هل هذا الطهر هل هذه علامة الطهر فتقول لا تستعجل لا تستعجل إذن هناك مسائل مهمة وهذه من المسائل التي أيضا يعني ينبز بها أهل السنة ينبز بها أهل السنة وكما ذكرنا أن أهل السنة لا هم أهل السنة لأنهم يهتمون بالسنة وكذلك يعلمون الناس السنة ولا يتجاوزون الكتاب والسنة فينبزون فيقال مثلا أهل العلم الحيض النفاس وكان يعني ينبز الإمام أحمد رحمه الله والأئمة من أهل البدع فيقولون علم أحمد علم الخرك هكذا كانوا يقولون أهل البدع عنهم يعني علم الحيض النفاس وهذا لا يضرهم أي شيء في الدين نهتم به أي أمر صغير أو كبير نهتم به ونعلم نتعلمه ونعلمه لأنه من الدين الذي قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فكل شيء من الدين رضيه الله أتمه الله أحبه الله عز وجل فالاهتمام به اهتمام في مرضات الله وطاعة الله وهذه يعني بإذن الله نذكر بعض المسائل المهمة التي قد تخفى على كثير من النساء في مسائل الحيض والنفاس وكذلك الاستحاضة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبينا المحمدين وعلى أبنه وصحبه تم عين المباع الشيخ عبد الله تعالى بإجانس fifth and final session of this blessed conference بإذن الله by mentioning the topic at hand and that is matters relating to menses irregular blood and postpartum bleeding for the woman and these this particular topic it's imperative for every woman to know and even every person every man to know to teach their woman folk as well some of these intricate details that many of them don't quite understand properly in fact even at the time of the companions our mother Aisha she was a scholar and so she would tell the woman exactly what to do and how to go about this issue and sometimes she would say to them you know you're hastening you're rushing because they assume that they can pray again and do what the woman can do normally but they would rush so the point is there are some matters that relate to this topic that are not quite understood properly so it's important to review this and to learn this and to revise this topic in order to apply it properly because as you know it relates to your salah and your pahar and purity and the sunnah and the sunnah throughout time have been have been criticized and mocked actually for you know shedding light on this topic and writing about this topic and teaching this topic but this is expected of them ask for the sunnah you know anything that's part of the religion you hold on to it you teach it you understand it because it's part of the deen anything that's part of the deen Allah subhanahu wa ta'ala legislated it and is pleased with it so upon us is to understand this topic properly and because it is part and parcel of the religion نبدأ بما هو متعلق ب الحيض وما هو الحيض الحيض هو الدم المعروف الذي كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وله لون أسود ورائحة شديدة تعرفه النساء هذا هو الحيض الذي يمنع الصيام ويمنع الصلاة ويمنع المرأة من أن أن تفعل أي شيء متعلق بالطهارة الذي يشترط له الطهارة وكذلك يمنع من إتيانها وقد كانت اليهود تعتزل النساء أي أنهم أنهم يطردونهن ويحتقرونهن ولا يآكلونهن ولا يشاربونهن وجاءت النصارى فاستمتعت بالنساء وقت الحيض وجاء الإسلام لبيان الوسط في ذلك ليس جفاء اليهود وليس أيضاً غلو أو بالأصح ما كان من النصارى من التفلت والضياع وإتيان الحيض فجاء الإسلام يمنع إتيان المرأة وجوز معاشرتها من مؤاكلة ومشاربة وكل ما يتعلق بالطاهرات إلا الجماع فإن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع فإذا المرأة المرأة الأصل أنها طاهرة في بدنها وأن النجاس في مكان النجاس في الفرج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك ليست في يدك لما قال لأمنا عائشة رضي الله عنها ناوليني الخمر التي في المسجد الخمر التي في المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض فقال حيضتك ليست في يدك الحائض في مكان نجاس وفي مكان الفرج ولذلك ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض كما جاء بالحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلقي على حجر عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن قال وأنا حائض وهذا يدلنا على أن الحائض ليست نجسة وإنما الحائض هو النجس والمكان النجس هو المعروف وليس أبداً المرأة كلها ولذلك فاعتزلوهن في المحيض بيّنته السنة ما هو الاعتزال الاعتزال هو اعتزال مكان الأذى فقط ليس الاعتزال هو النوم أن لا ينام معها أن لا يكون بجانبها أن لا يأكل من يدها لا وهذا من الأمور التي بيّنتها السنة القرآن بيّنتها السنة أو ضحتها السنة ما يأتي إنسان يقول فاعتزلوهن يعني اطردوهن من البيت أو لا تآكلها ولا تشاربها ليش قال فاعتزلوهن نقول له لا يفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كيف كان مع زوجاته رضي الله عنهن نعم ولذلك لا غنى لنا عن السنة في تفسير كلام الله عز وجل وفي بيان شرع الله فالذي يقول أنا لا يعني أهتم بالسنة هذا كافر الذي يقول لا حاجة لي بالسنة هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحيان القرآن والسنة السنة وحي من عند الله إلا أن الله تعبدنا بالعمل بها والقرآن وحي من عند الله تعبدنا الله بتلاوته وإلا كل من عند الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين ما أتى بشي من عنده ما ينتق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى حتى إنه يسأل سؤال فينزل عليه الوحي فيقول أين السائل؟ فيجيبه بالسنة يجيبه بالسنة نعم إنه يسأل سنة إنه يسأل سنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بل ينبغي على الرجل أن يلاطف زوجته وقت حيظتها وقت نفاسها لأنها تكون في شدة وتكون في تعب وتتغير طباعها ولذلك بكت عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي تريد الحج فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني يؤنسها ثم أوقف أصحابه بعد العمرة وجعلها تذهب وتعتمر كل هذا من المناطفة وإدخال السرور على قلبها والإحسان إليها رضي الله عنها وأرضاها نعم وقد خفف الله عز وجل على المرأة في وقت حيظها خفف عنها الصلاة وخفف عنها الصيام خفف عنها أمور فكيف أنت يا عبد الله لا تخفف على زوجتك لابد أن تفعل لك كل شيء كانت تفعله في غير وقت حيظها هذا خطأ مثلا لو كانت متعبة وتجد يعني أنها لا تستطيع خفف عنها أن تأتي بالطعام من خارج البيت يسر عليها يسر الله عز وجل عليك لا تشوق عليها فيشوق الله عليك هذا الذي ينبغي إذا كان الله عز وجل يسر من حقه عليها فكيف لا تيسر من حقك عليها يعني عز وجل۔ الله عز وجل فرماغية من المرأة في منسلة المرأة في حقك الامور صوء بالملأ تجدي بالكسبة لي اritersتكية امتون or she doesn't want to cook food at home and wants to get from outside you should understand that and you should be someone who's understanding in this regard والراجح أن الحائض لا حد لأقله ولا لأكثره لا حد لأقله ولا لأكثره إذا كان على هذه الصفة الصفة المعروفة بأنه أسود وأنه منتن كما قال صلى الله عليه وسلم دم الحائض أسود يعرف ويعرف يعني له عرف له رائحة نتنة هذا معنى يعرف قيل يعرف بلون وقيل العرف كما جاء بالحديث لا يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة فالعرف المقصود به يعني رائحة ويكون الطهر منه بأحد أمرين إما بالانقطاع والجفاف فإذا جفى يعني موضع الحائض وما بقي هناك شيء وتتبعت ذلك فلم تجد شيئاً فهذا الجفاف يعتبر من من علامات الطهر أو القصة البيضاء القصة البيضاء التي تأتي بعد الحيض تأتي قصة بيضاء ترى يعني بياضاً يخرج هذا تسمى القصة البيضاء وتكون هذه بعد الصفرة والكدرة تكون بعد الصفرة والكدرة لأن الحيض إذا أراد أن ينقطع فإن تأتي صفرة وكدرة والصفرة تكون مختلطة بياض مختلط بدم ثم بعده يأتي القصة البيضاء التي تقص الحيضة أو يعني من الطهر فهذا يكون به الطهر ولا تستعجل المرأة في انقطاع حيضتها وإنما إذا رأت الطهر إذا رأت الطهر بأحد هذين العلامتين فإنها تعود طاهرة فإذا كان هذا خلال وقت حيضتها فإنها تطهر ولكن لو رجع الدم في وقت حيضتها فإنه حيض لأن الدم ليس من شرطه أن يكون يعني متدفقا دائما فلعله ينقطع في وقت الحيض ينقطع يتقطع فإذا رأت طهرا في وقت حيض فإنها ترجع إلى طهرية تصلي تصوم ولكن لو رجع في أيام حيضتها فإنه يكون حيضا يكون حيضا وهذا سيأتي معنا أيضا في النفاس فإن المرأة النفساء تمكث أربعين ليلة ولكن قد تطهر في تلك الليالي نعم فإذا إذا وجدت الطهر بأحد هذين يعني الرؤيتين فإنها تطهر بذلك نعم and there is no limit to the maximum and the minimum duration of how long a woman's period is rather if there are those two main traits and that is if it stops and dries up or the smeller the smell and the color the well known smell to them and that the black deep extreme color is taking place then that's the time of her period and then the signs of her period her purifying from it and then it ends is that number one the stop the blood stops and it dries up and two the white or what or what yeah one it's like one or and nine is under the name yeah from the sign is the stop the stop the blood stops and it dries up or white fluid that women know that that white fluid comes out after so if after it's yellowish it's mixed first yellow mixed with white and then it's just that white fluid that comes out after it if that's the case and it happens during the time period duration that a woman knows for herself then that means her period is over and if blood comes back within the period and the duration of when she normally gets her period then it means that she must refrain once again from salat and fast because she's still within the time of her period and she's still النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألته أن تتتبع وقت الطهر أن تتتبع يعني ذلك الطهر بأن تأخذ يعني ما هو معلوم اليوم كالقطن أو الشاش وتكون ممسكة يعني بالمسك فتتتبع به الطهر وتتتبع به موطن الدم لأن الرائحة تبقى كريهة وهذا أيضا من تعاليم الإسلام في النظافة والاهتمام بالإنسان بنفسه بأنه يستخدم المسك في ذلك الموضع حتى لا تبقى تلك الرائحة الكريهة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الكريهة حتى من العسل حتى من العسل يعني هناك عسل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يأكله لأنه به رائحة مغافير كان معلوم بأنه فيه رائحة مغافير يعني رائحة كريهة فتعرفون هذه سبب يعني نزول سورة التحريم يا أيها النبي لمت تحرم أحلى الله لك أنه حرم على نفسه امتنع من العسل الذي أرادت حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها أن تقول أن به مغافير وهم يعني قد يعني غفر الله لهما تلك ذلك العمر الذي أراد أن يفعلان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من يعني من أسباب النزول أو سببي النزول الذي ذكر ذكر أنه كان يكره الرائحة يعني رائحة ذلك العسل ولذلك ما كان يأكل صلى الله عليه وسلم البصل والكرات والثوم ولو كان في وقت ليس فيه صلاة وكان يقول إني أناجي من لا تناجه يعني جبريل عليه السلام والملائكة تكره أو يعني وتتأذى مما يتأذى منه بني آدم فكان لا يحب ذلك لا يأكله وإنما يأمر بأن يطبخ وإذا طبخ ذهب يعني رائحته ويمات يعني أميتوه بالطبخ أميتوه بالطبخ حتى يذهب رائحته فإذا المرأة أيضا تأخذ قطنة قطنة ممسكة بالمسك تستخدم المسك وتتبع ذلك المكان وعند طهرها حتى تكون يعني نظيفة وتكون أيضا رائحة طيبة لأن هذا من هجي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول حب بلي من دنياكم الطيب والنساء الطيب والنساء فالإنسان ينبغي له أن يهتم بالطيب وقد جاء عن بعض السلف أنه قال لا سرف في الطيب ما في سرف يعني لو اشترى الإنسان بألف دولار مثلا الطياب ما يكون سرف لأن هذا من الأمور التي يحبها الله عز وجل الطيب والملائكة تحب الطيب والشياطين تهرب من من كان طيبا في رائحته وطيبا في ملبسه وطيبا لأنهم يحبون الخبثة والخبائث يحبون الأشياء الخبيثة ويحبون النتن ويحبون البيوت الوسخة ولذلك السحرة والمشعوذين تجد بيوتهم وتجد مجالسهم مليئة حتى بالدماء والوساخة ولا شك أنهم يعني من شياطين الإنس وشياطين الإنس هم يعني عوانة لشياطين الجن ولذلك متسخ قلوبهم ومتسخ أبدانهم وأفواههم نعم نسى الله السلام والعافية فأحمدوا الله على نعمة الإسلام الذي ينظف ووهلكم 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 تجد بيوتهم تجد بيوتهم تجد بيوتهم ومتسخ أمه فتحابي تجد بيوتهم تجد بيوتهم because of the smell that it had and the odor that it had so that's why also he would not eat onions nor garlic even at times that don't relate to the proximity of the salah, meaning the salah time he still wouldn't eat garlic and onion because he detests it, he doesn't like that smell and he was a special case to him so she the woman must take a piece of cotton that is fragranced and once her menses is over and trace the spot of the blood in order to cleanse to cleanse that odor and that's why in the idea also that it loses smelling good and being presentable and getting rid of odor there's no extravagance in musk or in fragrance, meaning if one was to purchase a thousand dollars worth of good perfume or fragrance or cologne or whatnot that's not considered extravagance because it is to be used it is to be applied and for one to get rid of odor because you know the shayateen, the devils they're the ones who are filthy and they like filth and that's why the du'ayus say when you enter the bathroom you seek refuge with Allah from the male and the female shayateen and also like what is the human kind of those shayateen as well as they're filthy they don't clean themselves and so this is from the great blessings of the religion of Islam Holla of Satan and the shayateen and the shayateen pero unbelief yunni yuna em slash yuna 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 c XY yuna 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 car yuna مثلا امرأة طهرت بعد دخول صلاة الظهر دخل وقت الظهر وما صلت في أول الوقت وذهبت ساعة مثلا أو نصف ساعة ثم جاءها الحيض هنا نقول إذا طهرت يجب عليها أن تصل الظهر لأنها فرضت عليها في وقت الظهر وهي طاهر وإنما ما استطاعت بعد ذلك لأنها أصيبت بالحيض فمنعت فتكون يعني من الصلوات التي تقضى وكذلك يقول العلمة أختها من الصلوات تنزل منزلة المريض والمريض يجمع الصلاة فمثلا يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر إذا طهرت الظهر والعصر لذلك اليوم الذي جاء فيها الحيض يعني حاضت مثلا بعد دخول الظهر فإذا طهرت تصلي الظهر والعصر لذلك اليوم وعلى هذا فتوى أكثر العلمة على أنه تصلي الفرضين يعني تصلي الفرض الذي يعني الذي فرض عليها وهي طاهر وكذلك الفرض الذي يجمع معها الفرض الذي يجمع مع تلك الصلاة ومثل ذلك إذا طهرت لو طهرت في صلاة العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء لذلك اليوم تصلي المغرب والعشاء لذلك اليوم لأنها إذا طهرت في وقت وهذا الوقت له صلاة مجموعة معها فإنها تصلي المجموعة وتنزل منزلة المريض الذي يجوز له أن يجمع الصلاة نعم فمن termen فمن termen جزء السمس is known it's well known to us that it prevents a woman from salat and from salim from prayer and fasting except there's an exception here to the salat only if she was pure at the time that the salat came in but then she did not perform that salat before getting her period so for example طهرت في حانچ getting her period you know a little bit before asim time and she didn't pray yet in this case only then when she becomes pure once again she has to repeat that salah that she missed that she did not pray at the time and it was legislated for her to pray after her period was over likewise many ulema say that if she became pure and she did not perform the salah when she was in a state of purity as we mentioned in the example likewise if she became pure at the time of Asr for example she did not pray Asr and she had a period before method in this case she combines the prayers that you can combine Duhr and Asr and Maghrib and Aisha she combines both she combines both prayers likewise if she became pure if she became pure at the time of a particular salah that you can combine together like I said she became pure at the time of Asr she prays not only Asr but she should pray Duhr before that according to this view of many ulema because those are from the prayers that it takes the ruling of those excuses such as the traveler and the sick person so she combines to praise Duhr and then she prays Asr as well ascends on toay Asr anything And they cover as a publicist and they cover if she is not toay if she does not do she seeks Instead of she sets him and kay because if He was not toay toay or قبل الاغتسال لأن الله عز وجل أمر بذلك قال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن لأن الطهار الأولى انقطع الدم كما ذكر أهل التفسير وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الطهار الأولى انقطاع الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا لا يجوز الاتيان إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال نعم وقد مر معنا بالترس الماضي أن المرأة إذا اغتسلت من الحيث فإن أرجح أقوال العلماء والأحوط لدينها أنها تنقض ضفيرتها تنقض ضفيرتها وذلك يعني لوجود الدليل بذلك أما الجنابة فالمرأة لا تنقض ضفيرتها لا تنقض في الجنابة والجنابة أمر متجدد وكثير بخلاف الحيث فإنه مرة في الشهر فإن المشقة فيها قليل وأما النقض الضفيرة ضفاء النساء في الحيث فإن فيه مشقة على النساء نعم تنقض ضفيرتها أن أمنا عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر النساء إذا اغتسلنا يعني للجنابة أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجبا يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقنا رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات نعم ضواء مسلم نعم و هذا كما ذكى العلماء في الجنابة نعم بل الله بن عمر بن عاص أعلم أعلم it was said that he would instruct he would give the fatwa to women to remove their hair braids when you know after washing from from the جنابة from the جنابة صلى الله عليه وسلم yeah so when she heard this our mother Aisha she said she said to him we might as well we might as well tell them to shape their hair and because she said I would take you know the bath with the message صلى الله عليه وسلم after in a state of major impurity and she wouldn't he wouldn't send an instructor to move her hair braids so this shows us that you know the understanding of her mother Aisha and this is the the correct view as mentioned for her لعله في بداية الحيض دينار لأنه كان قريب عهد بطهر وأما في آخر الحيض فإنه لعل شهوته غلبته فيكون نصف دينار وهذا لا يدل على جواز الفعل وإنما مع الإثم يدل على الإثم وهذا أمر محرم لا يجوز ولكن من وقع في ذلك فعلي أن يتصدق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والدنار هو الذهب يعني الڈنار ذهب والدنار إثنا عشرة درهما إثنا عشرة درهما وهد حم Speaking the thing of experience which is a form of experience و بالنسبة للحائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ يجوز أن تقرأ القرآن وهذا أرجح قوال علماء ولكن الأحوط لها أن لا تمس المصحف وإذا مست المصحف تمسه بحائل والآن الحمد لله هناك أجهزة تقرأ منها والقراءة من الجهاز ليس قراءة من المصحف نعم Can the menstruating woman recite the Qur'an? Yes, she can recite the Qur'an But however she should say prepared and refrain from holding the مصحف with that Especially without a barrier Alhamdulillah, these days it's accessible to recite the Qur'an from many different, from the iPad, from the phone and so on ثم ما يتعلق بمسائل النفاس والنفاس هو ما يكون بعد الولادة ما يكون بعد الولادة وأكثره أربعين يوما أكثر نفاس أربعين يوما لا يلزم أن يكون أربعين لكن أكثره أربعين ما بعد الأربعين يعد يعني دما فاسدا لا يعد نفاسا والأربعين يوما هذا الإنسان لا يجوز له إن كان الدم مستمر فيه فلا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يأتيها زوجها وأن يعشرها لأن هذا الدم الدم يعني دم يعني نفاس وهو يكون بسبب الولادة أو بسبب سقوط الولد لأنه قد يكون بسبب السقط أيضا لا يلزم أن يكون ولادة صحيحة والعلماء ذكروا بأنه إن كان يعني أسقطت في الأشهر الأولى قبل أن ينفخ فيه الروح انتبهوا إذا أسقطت المرأة قبل أن ينفخ فيه الروح ولكن الجنين عليه آثار التخلق يعني هناك شيء مثل الرأس وأيدي وأرض يعني هناك يعني يستطاع أن ينظر ولو لم ينفخ فيه الروح لأنه ما ينفخ فيه الروح إلا وقد اكتمل فإذن العلماء يقولون إذا أصبح يعني فيه ما يرى منه الأجزاء فإنها تكون نفاس والدم يكون دم نفاس أما إذا كانت كتلة مضغة يعني المضغة لماذا أقول لها مضغة؟ لأنها مثل اللحمة المنضوغة يعني ليست مخلقة ولا يرى رأس من رجل أو من يد فإن هذا ليس نفاسا يعني إذا أسقطت وخرج دم فإنه دم فساد فإنها تصلي وتصوم وتفعل ما تفعل الطاهرات ويأتيها زوجها جائز ولكن إذا تخلق فإنها يكون نفاس وتأخذ حكم المرأة التي ولدت ويكون أكثر الدم أربعين يوما ولكن قد ينقطع الدم ويقدر الطهر في الأربعين فبعضهن مثلا يطهرن بعد عشر أيام أو خمس أيام فإنها تكون طاهرة لكن لو عاد الدم لو عاد الدم في هذه الأربعين فإنه يعد نفاسا لو عاد الدم في هذه الأربعين في أي يوم من من فإنه يعد نفاسا نعم ستكون دعاً سمح السمح سمح سمح سننكون ان زوجود ninety دعاً هذه الأربعين بالتصلاة بالفكي والانجوم انا أو nawet إذا هناك إثارة لن تت觀 ان الم 내� Billy هم إثارت لإثارة تيكمل إثارات إذا كانت arriba ما قد ألب الهوبזה إذا د các حدث بعد ذلك إنه عامّاتش مرضى، وفي اسكم المستثالي كثيرًا سيمل أنه آخر يعطي من جلال المنور يعني أنWe must يريد صفر Sun وأنت، هناك أي شئًا على أطيق ، أكثر بشكل سعيدًا، ميت أو جبًا، لا يوجده بشكل سيئًا، في هذا البيت لا يوجد ح이죠. for ما سنب Mona هو 40 سيئًا، فترح ت aspect عباماً في 40 سيئًا، فترح ت tak inclناً، فبيتك، تاً واحدًا، أنت تريب ، أيضًا أو ميت πلس في ، فالن لمتفح بعد، سنوة بعد، أنه ميزه من قبل، قبل، وأما بعد الأربعة أشهر فإن هذا باتفاق العلماء بأنه نفاس لأنه قد نفخ فيه الروح وأصبح إنسان لأن الإنسان هو الجسد والروح إذا اجتمعت الجسد والروح يقال له إنسان فتعرفون إذا الصقف بعد نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوم أربعة أشهر فإنه يصلى عليه ويغسل ويكفل ويصلى عليه وأيضاً يعق عنه ويسمى لأنه في الحقيقة هو ولده وقد جاء الحديث أنه يراه يوم القيامة إن احتسبه نعم If this happens, if the miscarriage is after four months then by consensus of the scholars that he's become a human being takes the willing of human being so the soul was born into his body you're able to see those features at that very early stage so if that's the case, then if the miscarriage happens then he's to be the fetus to be prayed upon give him or her a name and that they should be married also amongst the Muslims ثم بعد ذلك يأتي ما هو متعلق ويعني متعلق بالاستحابة كلمنا عن الحيض والحيض عادة عند النساء وهو دليل على بلوغها لأن البالغة يعني علامات البلوغ يزيد في النساء الحيض ولذلك لا صلاة لحائض إلا بخمار يعني لا صلاة لبالغة إنما ذكرت الحائضة لأنها الحائضة لا تصلي لكن لماذا قلت لا صلاة لحائض إلا بخمار لأنه من علامات البلوغ هذا مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ ليس محتلم يعني إذا احتلم أنه إذا احتلم لابد أن يغتسل لكن المقصود به على كل بالغ فذكرت علامة البلوغ في النساء وهو من خصائصهن الحيض ولذلك ما تقول إمرأة حائضة وإنما تقول إمرأة حائض لأنه أصلا لا يصيب إلا النساء فلا يؤنث لأنه أصلا هو لا يصيب إلا النساء فهذا يعني بالنسبة للحير ثم يأتي مسألة وهي كما ذكرنا النفاس ثم نختم بالاستحاضة ما هو الاستحاضة؟ الاستحاضة دم فساد وهي ركضة من ركضات الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مثل الذي يسمى اليوم نزيف عند المرأة تصاب بنزيف ويكون هذا مستمر والدم لونه لون أحمر وليس أسود ليس هو دم حير ولا دم نفاس وإنما هو الدم فاسد يعني دم مثل أي الدماء يكون لونه أحمر ويكون أيضا أكثر من عادة الحير أكثر من عادة النفاس هذا جاء فيه أحكام شرعية وهي أن المرأة المستحاضة مثل الطاهرة تصلي تصوم تفعل ما يفعل الطاهرات يأتيها زوجها لا بأس بذلك ولكنها تتوضأ لكل صلاة ويجز لها أن تجمع الصلوات لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ لأنها مثل من عنده سلس البول سلس الريح اللي عنده استمرار في نزول السلس سواء سلس الريح سلس الهذا مجلو المستحاضة فلابد أن تتطهر متى تتوضأ؟ بعد دخول الوقت أما رواية الاختسال فهذا يعني إلا ما هو اجتهاد من اجتهاد من إحدى النساء النساء وهي حمنة بن جحش رضي الله عنها أنها كانت يعني تقتسل أو جاء عن غيرها قالت وكنت أقتسل لكل صلاة هذا اجتهاد منها أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة أمر بالوضوء لكل صلاة نعم now we're speaking the final category of blood here ليس حمنة حديث حمنة سيأتي لكن هذه فاطمة بنت أبي حبيش هذه فاطمة بنت أبي حبيش أما حمنة رضي الله عنها بن جحش التي هي أخت زيلة بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا تستحاض وكانت حيظتها شديدة وتستحاض بالأشهر يعني الدم يسيل ولا تكاد ترى الطهر أبدا يعني لا ترى غير الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرها بأنها يعني أنها تكون حالتها كحالة الطاهرات إلا أنها يعني سيأتي معنا التفصيل في في مسائل أو في صور المستحاضة ويذناثت صور نعم As for irregular blood the irregular blood which is called المستحاضة that is the blood that comes out from the woman's part that's not her period nor is it the most part of bleeding rather it's irregular it's void blood so the ruling for a woman if she's in that current state is that she's able to do everything that a pure woman who doesn't have any blood coming out except that means she's able to you know she must fast she must pray the salah and of course with the husband except that when it comes to salah she must perform a lot after the time of the salah that comes in and pray so she must perform a lot before every salah and as for taking and she's able also from the concessions that she's able to combine the prayers as well she cannot shorten the prayers because shorten the prayers is from the unique rulings of traveling because she takes the ruling of the incapable of the sick person in terms of combining the prayers and as for taking you might come across a narration where some of the women or from them she would shower take a shower before every salah this is from her own effort exhorting effort to come to understand the right woman but the prophet he instructed otherwise to make for every salah after the salah comes in and that suffices her and that suffices and that suffices هذا الوقت الذي يتغير فيه اللون ورائحته هذه الحالة الأولى يعني هي مستحاضة دم مستمر ولكن يأتي أوقات يتغير فيها اللون والرائحة فإذا هذه حيظتها ولو كان الدم مستمر ولو كان الدم مستمر طيب كيف تطهر إذا انتهى اللون أو الرائحة فإنها تغتسل ولو استمر الدم تغتسل ولو استمر الدم بعد ذلك لأنه الدم لا ينقضع إذا هذه الحالة الأولى So there are three scenarios for the woman who experiences the regular blood The first is the normal period where she knows the time of her period in her menses and she knows color She knows the color and the smell of the menses There in that time this is her known period even if the regular blood goes on it was before and then it continues after but she knows that the color the known color and the known smell for her menses that's the ruling for that الحالة الثانية أن تعرف وقت حيضتها قبل أن تستحاب قبل أن يأتيها الحيض يعني الاستحابة والدم والنزيف كانت عندها وقت معلوم وقت حيضتها معلومة فإنها تتحيض هذا الوقت الذي كان لأن العصر بقى ما كان على مكان العصر بقى ما كان على مكان فإنها تتحيض هذا الوقت الذي كان يأتيها ثم باقي الأيام تكون طاهرة فيه The second scenario is that she knows the time of her menses every month typically it's at this time whatever days six, seven whatever days they are every time of the month at this particular time and this is the ruling of her period and then when those traits are over she purifies herself الحالة الثالثة والأخيرة أنها لا ترى صفة ولا ترى اختلاف رائحة ولا تعرف وقتا لها قبل ذلك لا تعرف شيء فإنها تتخير ستة أيام أو سبعة أيام من شهرها فتختار تقول هذه ثلاثة هذه ستة أيام أو هذه السبعة أيام هذا وقت حيض خلاص كل شهر تقف في هذا الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمله بن جحش رضي الله عنها لما قال لها إنها ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا استنقأتي فصلي فإذا استنقأتي فصلي وصومي وهذا يدلنا على ما يعني ذكرنا أنها تتحيذ لماذا تختار لأنه لا بد من لا بد لأن هذا هو الأصل وهذه عادة نساء لا بد أن النساء يحضن فإذا لا بد أن تخترنا ستة أو سبعة أيام ويكون بهذا قد انتهينا من مسائل الحيض والنفاس والاستحاض ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم جميعا وأن يجعلني وإياكم مباركين إنما كنا اللهم بارك لنا في أهلنا وفي أولادنا وفي أموالنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة كما نسألك سبحانك وتعالى أن تحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين وأن تحفظ المسلمين في كل مكان وأن تجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللهم صلي وسلم وبارك وأنهم على أبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزى الله والإخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء كما نسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء وأن من جاء من بعيد نسأل الله أن يرجعوا إلى أهله سالما غالما معافا وأن يحفظ إخواننا جميعا في كل مكان ونكتفي بهذا وقد حان يعني وقت خروجنا من هذا المكان فجزاكم الله خيرا شكرا للمشاهدة